وكعادتنا دايما في صباح الخير يا مصر عندنا احتفال بأي يوم عالمي بتقر الأمم المتحدة أو بيبقى يوم عالمي بشكل عام النهاردة هو اليوم العالمي للفن اليوم العالمي للفن ده يوم بيحتفل به العالم من أجل تعزيز الوعي بالفنون الجميلة في كل أنحاء العالم اليوم العالمي للفن أيضا بيكون مخصص من أجل تعزيز الروابط ما بين كل الإبداعات الفنية من جانب وكل المجتمعات من جانب آخر يعني الفن في مصر يعني بنشوفه في كل مكان يا مصطفى من قديم الأزل بنشوف المعمار المصري القديم سواء من الدولة الإسلامية أو حتى طبعا طبعا من المعابد الفرعونية والنقوش اللي بنشوفها يمكن على الحيطان في هذه المعابد بالتأكيد مصر بتعتبر من رواد الفن والفن التشكيلي على وجه الخصوص لو بنتكلم عنه مصر مرتبطة ارتباط وثيق بالفنون المصرية القديمة زي النحت والرسوم والنقش ده بدأ من العصر الفرعوني وامتد للعصر الإسلامي الحديث كمان بنشوف فيه العديد من الفنون مصر فعلا رائدة للفنون والإبداع فنتكلم عن الموضوع ده وتاريخ الفن المصري بالتحديد في اليوم العالمي للفن مع الدكتور محمد حمزي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جماعة حلوان منورنا يا فندم الصباح الخير عليك صباح النور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يعني في اليوم العالمي للفن إيه رسالة لنوصلها للعالم النهاردة عن التاريخ المصري الممتد من الفرعوني للحديث طبعا نتكلم عن الفن التشكيلي هو في البداية الفن المصري القديم منذ العصر البداي وحتى الآن هو بيعكس الحضارة المصرية وبيعكس إن الإنسان دوان عاش على ضفاف هذا النهر وأنتج هذه الحضارة العظيمة الحضارات إحنا شفنا منجزاتها ما كانش فيه تسجيل إلا من خلال الفنون سواء كانت فنون نقشة أو رسمة أو حفرة أو نحت أو عمارة أو الفنون المروية من أغنيات وأمثال شعبية ومأثورات وحكاوي وأساطير فبهذا المعنى نقدر نقول أن التراث المصري هو عبارة عن سجل كبير جدا بيضم كافة هذه الفنون وأشكالها صورت الحياة المصرية منذ قديم الأذل الأذل وحتى الآن دعونا بس في البداية نتجاوز كلمة الفن الفرعوني ونقول عليه الفن المصري القديم لأن برعون معناها بيت فرعون زي ما نقول مثلا إيه إن القصر قال كذا يعني نقصد إن الملك اللي قاعد في القصر أو الباب العالي نحن نتكلم عن الصين القدماء كلهم بالزبط كده وبعد كده مرت مصر بحقبات عديدة متمثلة في المصري القديم ثم فترة الجريك ورومان ثم الفترة القبطية ثم الفترة الإسلامية من أول دخول عمر بن العاص مصر في حوالي عشرين هجريا وحتى الآن وتحت بقى ده كله في الفنان الشعبي البسيط اللي كان شغال تحت المصري القديم والقبطي والإسلامي لا في حتة نعم خلينا بقى الكلام على القهراء الخدوية وقهرات المحروسة ولكن قبل ما نخش ونقسم الكلام ده نخدهم واحدة واحدة الفن في عهد المصريين القدماء ظهر على المقابر ظهر على المعابد ظهر في منحوتاتهم الرئيسية ظهر في كل الأسار اللي جاتهم ماذا يمثل الفن المصري القديم بالنسبة للعالم؟ ماذا أضاف للبشرية بشكل عام؟ ده هو مش مسألة أضاف هو أول صفحة في كتاب التاريخ هي اللي كتبها المصري القديم يعني لما نقول كده ألف بقحة حضارة أو فن هو عند المصري القديم طبع مارة فنون عند المصري القديم الفن عند المصري القديم ممكن نقدر نميز بين نوعين من الفن الفن الرسمي اللي كان بيتعامل الملك للإمبراطور للقائد للأمراء وده كان فن رسمي ليه سمات معينة فكان الملك يتعامل التمثال بتاعه والنحت بتاعه في عز الشباب لو كان الملك ده عنده تسعين سنة لازم بنعمله التمثال بتاعه في عز الشباب عشان لما يبعث مرة أخرى يبعث على هذه الهيئة وفي كامل قوته لأنه قبل كده كان هو ظل الإله وبعد كده كان نصف إله إلى أن أصبح هو الإله أو ابن الإله فلازم يصور بهيئة جمالية راقية جدا فيه نوع تاني نوع الفنون المصري القديمة ده بقى الفن الشعبي الفنان اللي كان بيعمل هذه العمائر العظيمة لما كان بيخلد إلى نفسه ويعود مع بعض ففيه بقى مقابر اسمع مقابر الفنانين التشكيليين فكان يعمل رسومات بسيطة جدا فده اللي ورتنا الحياة عاملة إزاي وفيه برديات مشهورة مصرية قديمة موجودة في إيطاليا تحديدا في مطحف تورنيدو هتلاقي فيها رسم رسوم هزلية وهي البدايات الأولى لفن الكاريكاتير والرسوم المتحركة في العالم في العالم تم مجري تحديدا يعني القط والفار والصراع الأزلي ما بين الخير والشر والصغير اللي هو الزكي الشاطر اللي بيعمل مقالب والكبير اللي عنده القوة بس زكاءه محدود ده رسط فين يا فندم؟ موجودة في في المتحف تورنيدو لكن هنا يعني لما تكتشفوها في مصر كان لقواها فين؟ في مقابر فين؟ في عصر الأسرة الثمنتاشر وفي موجود بعدها في الفنون الإبطية أيام الدولة الرومانية مثل هذه الرسوم يعني في رسمة موجودة في المتحف الإبطي النصري اللي هو موجود عندنا في مصر الأديمة بيبين أن القط هو عبارة عن الدولة الرومانية المريضة والفار بيقدم لها الدواء في رسمة تاني مصرية قديمة عايز مثلا يسخر من الغناء وقتها فعمل فرقة من أسد وحمار وتمساح إذن إحنا ابتدعنا هذا الفن بالزبط عايز أتكلم على حتة كمان تانية مهمة جدا وهي النحت يعني نتكلم على النحت على وجه التحديد في الدولة القديمة والوسطى والحديثة كلمني عن أهمية أو اللي إحنا كمان يمكن قدمناه للعالم هل إحنا ابتدعنا ده كمان ولا جالنا من بره إيه اللي حصل الفن المصري زي ما قلنا الفن المصري القديم كان فن رسمي فكان ليه تقاليد تقاليد الوقفة والقعدة والحاجات اللي زي كده بتطلع بأشكال مثالية لحد ده ما جيه في الفترة بتاعت إخنتون إخنتون غير في الديانة فتغير شكل الفن فإحنا لأول مرة بنلاقي الملك بيداعب بناته ويقبل بناته ويتصور هو وزوجته البنات بيلعبوا معاه أول مرة نشوف حد بيصور الملك بهيئته إن كان مريض وعنده استسقى وبطنه كبيرة وشفتها غليظة فيتم تصوير هذا الملك وكأنه شكل طبيعي وإنسان طبيعي وغير بقى إخنتون ونقل العاصمة بتاعته من طيبة اللي هي الأقصر إلى تل العمارنة موجودة في المينيا فتغيرت أشكال الفن بعد إخنتون رجع تاني الفن للشكل الكلاسيك في الفترة الجريكو رومان حصل تزاوج ما بين المصري القديم وما بين الفنون الرومانية اليونانية ورومانية حتى لما جيه الإسكندر الأكبر فحاول يتقرب من المصريين وسمى نفسه ابن آمون علشان يقدر يلاقي له مخرج هنلاقي الموضوع ده تكرر بعد كده لما جيه نابليون بونابارت في مصر 1798 لبس العباء الإسلامية والعمامة علشان يتقرب من المصريين إيه أكتر حاجة نقدر نتقرب بها الدين سواء حصل في الدولة المصرية القديمة أو في العصر الحديث فدايما المدخل بتاعدين لأن في الحقيقة الأديان دايما هي اللي كانت المرآة اللي بيعبر من خلالها الفن صحيح يعني أعظم المنحوتات وأعظم الكاتدرائيات والعمائر الدينية كانت تعبيرا عن الدين طيب مش هلتكلم عن ناحة نحن عايزة أتكلم عن الألوان ولما حط الألوان دي تحت يعني عنوان المصريين القدماء أنا بتكلم مثلا على سبيل المثال على قناعة وتعان خأمون اللي أذهل العالم بألوان تركوازية وألوان ما كانش موجود في عصرها يعني إحنا حتى في عصرنا الحديث اكتشفناها مؤخرا من بعد التسعينات بقيت تظهر في الموضة وخلافها درجات الألوان دي جات إزاي عند المصريين القدماء إزاي قدروا يعملوا هذا الشكل من الروعة في النحط والأداء وخلافها هو طبعا الألوان كان بيجيبها كلها ألوان طبيعية بيجيب الأحجار ويسحقها ويحط ويطلع منها الألوان دي ممكن نضيفه بقى كمان غير كده التكنولوجيا الخمات وتكنولوجيا الألوان يعني على ذكر قناعة توت عن الخامون اللي حضرتك قلت دلوقتي لحد الآن هو معمول منشيت واحد من الدهب أماكن اللحمات إحنا مش مش عارلينها مش مع يعني ده لازم تكون تتعاملت بالليزر مثلا فلازم يكون هو قدر يسيطر على قوة طبيعة علشان يقدر يصل إلى هذه الدقة لو نيجل في فنون تانية زي فنون الخزف لما أي حد مثلا يلاقي طبق صيني عنده أو فنجان في البيت لازم يلاقون من تحته كده في مكان معلوهش الجليز أو الطبقة اللي بتلمع علشان الطبقة ده يتحط في الفرن ويتحرق فلو كان كله متغطي بالجليز هذه الطبقة الزجاجية هيلزق في الفرن المصري القديم كان بيدهن كله جليز ويتحرق ويخرج لنا وملوش أي مكان لزق في الفرن يعني معنى كده كان متعلق في الهوى احنا مش عارفين لحد دلوقتي كان بيقدر يحرق المشغولات الخزفية بتاعته وهي عليها هذه المادة الصهارة التي تعلق بالأفران مش عارفين اللي اتعاملت ازاي لحد دلوقتي يعني كمان كتير من خلينا نقول الثيريز يعني أو النظريات بتقول ان حتى الملكات المصريات كانوا بيستخدموا الألوان كمسحيق تجميل يعني ده الميكاب دي حاجة جيدة دي نظرية يعني مش عارفين ما ده صحية لكن خلينا نتكلم عن الحضارة المصرية القديمة اللي مدت العالم كله بأشكال معمارية فريدة ومتنوعة زي المقابر الملكية والمعابد والسدود الأشكال والسومات دي ازاي عكست قوة تاريخ الفن المصري في العالم هنيجي مثلا المعابد معبد مثلا زي معبد الكارنك معبد الكارنك ده اتبنى على مدار مئات السنين فكان كل ملك ييجي فكان يعني بيحتفل أو يبتهج أو يسعد ان هو يحط طوبة في هذا المعمار احنا لما نلاقي التصميم بتاع المعبد هنلاقي متصمم على هيئة البناء ادم يعني الرجلين هي عبارة عن طريق الكباش بتاعت البناء ادم وبعد كده الجسم اللي هو بهو الاعمدة وبعد كده قدس الاقداس أو الحجرة المقدسة اللي فيها الرب أو آمون هي عبارة عن المخ أو الرأس بتاعت الانسان هنيجي برضو في العمارة الاسلامية لما جيه الفنان المصري المسلم عمل العمارة الاسلامية عملها متوافقة مع البيئة البيئة عندنا حر فيعمل المسجد أو الجامع الصحن بتاعه مفتوح عشان يكون متجدد الهواء احنا البلاد بتاعتنا شمس شديدة فما يلونش على الحجر وما يعمله ازاي يحفر على الحجر فيخليه غائر وبارز لما نشوف العمائر الاسلامية هي عبارة عن غائر وبارز فأنا أشوفها في الضل وأشوفها في النور زي مثلا العمائر الاسلامية اللي موجودة في بلاد تانية بلاد مثلا بخارة وصمرقان تليم مغطى بالبلطات القيشاني الملونة غير مصر فهو قدر يدرك الأجواء المصرية وقدر يقدر يصمم هذه العمارة البيئية نرجع للكلام اللي احنا كنا نتكلمه في الأول خالص ليه المصري فنان أنا أتصور أن الشعب المصري من الشعوب اللي هي فضلت في مكانها وبشكلنا دون وبوقتنا دون من قديم الأذل وحتى الآن احنا عندنا حدود طبيعية عندنا البحر المتوسط في الشمال عندنا البحر الأحمر في الشرق عندنا الشلالات في الجنوب عندنا صحراء في الغرب فعبارة عن محمية طبيعية للبنى أدنين في نهر النيل فتلاقي المقريزي وابن إياس لما بيتكلموا عن المصريين بيقولوا وجد ويعني نقلا عن ابن خلدون اللي بيقول رأيت ان المصريين دول وكأنهم فرغوا من الحساب يعني تحاسبوا وخلاص وقاعدين بيهزروا ويتبسطوا فدي سمت الشعوب الزراعية الشعوب الزراعية بتستوطن بتقعد في المكان بتعمر بتبني ما عندهاش الخوف من المستقبل صحيح ما عندهاش الخوف إن حد يهجم عليها غير المجتمعات البدوية اللي هي بتجري ورا الكلأ ورا شوية أعشاب هنا شوية مطرة بينزلوا هنا لكن عشان خدر الهدوء النفس ده هو اللي خلى الموضوع ده ده حقيقي أي هتلاقي مثلا عامل تاني وقد يكون عامل ضعف ولكن المصري خد منه عامل قوة اللي هو مثلا المستعمر المستعمر لما جي مصر المصري في بعض الأحيان مثلا مش قادر يقومه بالسلاح فابتدى يتهكم عليه يصخر منه ويطلع النكت عليه ويتهكم على غريب كلامه وغريب لبسه من أيام المصر القديم والهكسوس إلى العصر الحديث اخترع الأرجوز صحيح وهو الأرجوز دو هو أداة نقد السخرية ما يقدرش يقوله فيخلي حد تاني يقول على لسانه اللي هو عاوز يقوله ويوصل للرسالة بتاعته الحاكم بأمر الله لما كان موجود في مصر والدعاء الألوهية فالناس يعني عايزين يقوله يعني انت بطل كده فعملوا تمثال على هيئة واحدة ست ومعها بطاقة وبالبطاقة دي فيها سؤال بيقولوله يعني احنا راضينا بالكذب والحماقة فإن كنت أوتيت علم غيب فقل لنا من كاتب البطاقة من اللي كاتب هذه البطاقة طيب سعيد انك توقفت وحرق القاهرة بعدها صحيح كلكو الضبط سليم الأول سليم الأول عندما قاتل القاهرة فكر ان هو ينقل مقر حكم الدولة العثمانية من الأستانة للقاهرة بعدما انبهر بفنونها وبمعمارها اللي كان يعني معمار زاهر وفينا فائس معمارية عظيمة جدا من العصر المملوكي ولما فشل انه هو ينقل العصمة ما قرن هو ياخد أمهر العمال المصريين من الناس اللي بتعمل الخزف من الناس اللي بتعمل الخشب من الناس اللي بنت المآذن علشان يكرروا هذه النسخ داخل الأستانة وبعد كده اتقل على هذا الفن فن عثماني رغم انه هو في الأصل فن مصري خالص وبنشوفه في كل العواصم العربية انه هو فن عثماني لكنه في الأصل فن مصري ممكن نحط خطين حوالين هذا المقطع هو نقول مثلا ان الفنون الاسلامية ده لها سمت عام متاخد من العقيدة الاسلامية زي التوحيد زي التكرار التسبيح السمات العامة دي بس كل بلد اضفت السمى اللي عليها النكهة بتاعتها بالزبط وبعدين هما المسلمين لما انتشروا في الأرض ما راحوش على أماكن قفر يعني ده راحوا على حضرات راحوا على فارس وبيزنطة ومصر الفرعونية ومصرية القديمة يعني بلاد عظيمة يعني وليها حضرات عظيمة سليمي الأول لما جي مصر وشاف العمارة العظيمة دي شاف مثلا مسجد أو مدرسة السلطان حسن قال هذه عمارة القلاع لأنها معمول زي القلعة ولما شاف مجموعة الغوري قال هذه عمارة التجار لشدة مكالة ما صرف عليها من أموال وبزخ ولما شاف جامع المؤيد شيخ قال هذه عمارة الملوك يعني وصف كل حاجة بوصفها على ذكر اللي حضرتك قلته يقال أنه مشي بقافلة من مصر عبارة عن ألف جمل محملة أي حاجة ما قدر يخلعها خدها بيبان عمدان كل ده خلعه وخده وألف سفينة علشان يقدر يحمل الأماش والدهى وكل ده وخده معاه في التركيا طب إحنا مسمحين في ده لكن العمال يعني من صنع هذا الأمر إنه حسين الخيمية الناس اللي عملت المقاد اللي عملت المشربيات اللي عملت الناس دي هي القوى العامة زي ما يقوله كده المان باور هو يقال إنه خد مجموعة كبيرة جدا من العمال المهرة ولك حتى بطلة خمسين صناعة في مصر يعني فيه خمسين صناعة بطلة وقف وقف بس في الحقيقة لما نرجع للتاريخ المجموعة اللي سافرت دي فيه منها مجموعة بسيطة جدا هي اللي بقية وأغلبهم رجع بعد كده جي ابنه اللي هو سليمان القانوني وأعطاهم عهد يعني اللي عاوز يرجع يرجع فرجع منهم ناس كتير بس عاوزين بقى نقول اللي حصل إيه إن حصل خفوت في الفن في الفترة العثمانية يعني لما نشوف المدارس العثمانية والجوامع العثمانية المبنية مش بعظم طبعا إحنا وصلنا للذروة في عصر المماليك وخصوصا المماليك الجراكسة كان يعني قمة المعمار وقمة الزخارف والعظمة والثراء يعني إحنا مثلا ما نمشي في الشارع المعز يعني ليه جامع جنب جامع جنب جامع يعني الدنيا زنائت هو زي ما المصري القديم كان كل ملك يعني يفتخر أنه حط طوبة في معبد الكرنك كان كل ملك وأمير بيفتخر أنه حط لبنة في الشارع الأعظم وقصبة القاهرة اللي هو شارع المعز لدين الله وكانت المباني دي وظائفها متغيرة الناس بتفكر أن كلها جوامع كان فيه بيمارستان اللي هو المتشفى فيه البييمارستان المنصوري بتاع المنصور قلوون وفيه يعني مكان مخاصص هنا هو جامع وفيه مدارس مدارس المدارسة غير الجامع غير الزاوية غير التكية غير الخنقاء غير الكتاب كل واحدة لها وظيفة يعني هنلاقي مثلا في شارع الصليبة هنلاقي منشأتين قدام بعض للأمير شيخه العمري والاتنين بيمأزنتين وكده بس واحدة جامع والتانية مكان للمتصوفة الناس ما تعرفش الناس بتفكر كل دول جوام لا دي ليها وظيفة ودي ليها وظيفة تانية خاصة على كل حال بنشكرك دكتور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جمعت حلوان بنشكرك يا فندم على وجودك معنا وعلى أكيد المعلومات القيمة اللي حضرتك زوتنا بيها في خلال الفقرة بنشكرا شكرا جزيلا فندم خلينا نروح لفصل سريع نرجع لكابل فقرة معكم في صباح الخريم